قالت إيران إن عملية الشد والجذب المتبادل مع الولايات المتحدة في شأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي سوف تمتد إلى الشهر المقبل وأفدت وسائل أعلام محلية في إيران أن طهران ستستغرق على الأقل حتى الثاني من سبتمبر للرد على تعليقات إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن في شأن وثيقة صاغها الاتحاد الأوروبي بهدف إنقاذ اتفاق عام 2015 وفاد موقع نورو نيوز الإخباري وثيق الصلة بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بان طهران تواصل مراجعة رد الولايات المتحدة بعناية عبر الاستعانة بخبراء